الضرب في الرمال او الهمس للودع ليس فعل المنجمين فقط بل تفعل ايران كذلك تخفي الحقيقة ثم تعلنها وعية حقيقة اخطر من كورونا لم يعرف ان كانت طهران نقلت الفيروس كمخطط سياسي من جملة مخططاتها المتشعبة في المنطقة ام انه ضعف في ادارة الازمات كما هي عادتها في كل ازمة تربك بها دول الجوار والعالم الحقيقة التي تكشفها الصحف العالمية ان كورونا انتشر قبيل اجراء الانتخابات البرلمانية الاخيرة في ايران وفي لعبة تعتيم الايام التي تسبق تصويت حافظت طهران على توازنها الدستورية المصادر الصحفية نقلت حديث تركيا عن اصابة 750 ايراني بكورونا وليس 60 فقط دليل اخر يثبت صحة اللعبة الايرانية يتمثل باعتراف صريح باصابة نائب وزير الصحة الايراني بالفيروس ناهيك عن اصابات لمسؤولين لم تظهر للعلن بعد امريكا ادلت بتصريحاتها ايضا وابلغت عن قلقها من المعلومات التي تشير الى ان النظام الايراني ربما اخفى تفاصيل حيوية عن التفشي في ذلك البلد بالصوت والصورة استياء ايضا في ايران بعد تداول فيديو لشخص يرافق مصابا بكورونا دون اجراءات وقائية العراق المتضرر الاكثر من السياسة الايرانية لم يسلم من كورونا بانفاس ايرانية والعراق لا يقوى على مصيبة جديدة غير ان المشهد يقرأ بلسان العراقي الشاكي والمناشد نتيجة عدم اكتراث طهران لما يحدث من امر جلل دول خليجية هي الاخرى فزعت باتخاذ اجراءات رسمية وقائية وحذرت بصريح العبارة كيفية التعامل مع القادمين من ايران هذا في حال عادت قنوات تواصل المسافرين مع طهران ايران لم تترك شعبها في جنة كما يطمحون وكان يمكن ان تكون ولم تصنع في المنطقة استقرارا كما يأمل العراق وتأملون ايضا كان يمكن ان يكون الفعل فيروس متنقل دون حسبان والفاعل طهران والمفعول به ينتشر في كل مكان اشتركوا في القناة